السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلابنا العزاء طلاب مقرر حياة 102 لمقرر باستوى الأول الثانوي عنواننا اليوم بدرس تاريخ التصنيف أهدافنا لحصة اليوم راح نلخصها لكم بما يلي راح نتعرف على تاريخ أو يعرف الطالب التصنيف بالاستعانة بالكتاب المدرسي وراح نفسر كيف صنف أرسطو المخلوقات الحية وراح ناخذ هدف ثالث أن ينتقد الطالب تصنيف أرسطو بالاستعانة بالكتاب المدرسي نلاحظ هنا مع بعض لما أقول كلمة تصنيف ما المقصود بكلمة تصنيف التصنيف هو عملية وضع الأشياء أو وضع المخلوقات الحية في مجموعات خاصة نحن حطينا هذه المخلوقات الحية في مجموعات خاصة بناء على ماذا؟ بناء على مجموعة من الخصائص وبالكذي تم تأسيس علم جديد يندرج ضمن علوم الأحياء وهو علم التصنيف فعلم التصنيف هو أحد فروع علم الأحياء يختص أو يهتم بتعريف الأنواع وتسميتها وتصنيفها يهتم بتعريف الأنواع هذه كلها ويصنفها بناء على صفاتها وعلاقتها الطبيعية بين بعضها فالتصنيف يسهل لنا عدد من الأمور أول شيء راح يسهل فهمها والأثور عليها راح يصير هناك تواصل العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخلوقات الحية ويكون أسهل عندما تصنف في مجموعات نروح إلى عالم فيلسوف عفوا أهو أروسطو أهو أروسطو تكلم عن تصنيف المخلوقات الحية وحط نظرية بسيطة وفكرة قال أنه والله راح نقسم المخلوقات الحية إلى قسمين المخلوقات الحية راح تكون مثلا عندنا حيوانات قال مخلوقات الحية هي حيوان وممكن تكون نبات الحيوانات ليش قلنا حيوانات بناء أو صنفها حسب وجود الدم الأحمر وحسب بيئتها وحسب شكلها وقال أنه في نباتات حسب حجم النبات وتركيب النبات رغم أن نظام أروسطو كان مفيدا من حيث التنظيم إلا أنه كان قاصرا في جوانب عدة أذكر هذه جوانب القصور نلاحظ مع بعض أن القصور اللي كان في نظام أروسطو أن النظام كان محدود على مخلوقات حية لم يشمل كل المخلوقات الحية واستخدم بعض الأساس البسيطة مثل ما قلنا وجود الدم الأحمر وغيابة هناك العديد من المخلوقات الحية لم تجد لها مكان في نظام يعني الطيور التي لا تطير لم تجد لها مكان في نظام أروسطو الظفدع الذي يعيش في البر والماء يعني هي البرمائيات مثل هذه المخلوقات الحية ما قدرت أو ما قدر الأروسطو أنه يصنفها من ضمن تصنيفه فبالنسبة للنباتات قال النباتات على ثلاث مستويات فيه من عندهم أعشاب وصنف من عندنا شجيرات وقال والله فيه أشجار أعشاب بالمثال هنقول مثلا عندنا أكليل الجبل شجيرات هنقول التين الشوكي أشجار مثل النخيل والبلوطة تصنيف أروسطو للحيوانات قال والله في حيوانات بتعيش على اليابسة مثل القطة أو الدب تعيش في الماء كالدلفين وممكن تعيش في الهواء مثل البوم الخفافيش والغراب نشوف هنا بعدها فيلسوف آخر لينيس فقال لينيس أو وسع العالم السويدي اللي هو لينيس في الغارن الثامن عشر قال إنه والله أنا بوسع شوي في نظام أروسطو وقال اعتمد لينيس في نظامه مثل ما اعتمد على أروسطو اعتمد على شكل المخلوق الحي اعتمد على السلوك وعلى البيئة التي تعيش فيها مهم على نركز على هذا النقاط مثال قال والله الطيور احنا راح نقسمها إلى الطيور راح نقسمها إلى ثلاث مجموعات بناء على سلوكها والبيئة اللي تعيش فيها وقال عندنا والله ممكن طيور مفترسة مثل النسر وقال في طيور راح تعيش في الماء مثل المالك أفوان المالك الحزين وقال في هناك طيور جاثمة مثل طائر الأرض اذا علم التصنيف هو حل فرور علم الأحياء يهتم بتصنيف الأنواع وتسميتها وتصنيفها بناء على تفاعلها في الطبيعة ببتدين ننتقل إلى مفهوم مهم وأساسي في علم الأحياء وهو مفهوم التسمية الثنائية شي تقول هذه المفاهيم الخاصة بالتسمية الثنائية النظام لينياس مميز عن أوروستو أنه هو استخدم التسمية الثنائية طيب التسمية الثنائية طبعا تعطي التسمية الثنائية كل نوع اسم علمي مكون جزئيا الجنس والنوع كيف يعني؟ يعني المخلوقات الحية راح نسميها بشقين أحد الشقوق هو خاص بالجنس والشق الآخر خاص بالنوع واستخدم اللغة اللاتينية في التسمية لأنها كانت لغة العلم والعلماء سؤال فسر يستخدم العلماء التسمية الثنائية للأنواع نشوف الإجابة الهدف من استخدام التسمية الثنائية منع لحدوث اللبس يعني من نمنع حدوث أي خطأ في استخدام الأسماء الشائعة والعامية وتفادي السوء الفهم التي تقود إليه الأسماء العلمية الشائعة ولا سهولة تحديد المخلوق الحي قواعد كتابة الأسم العلمي شلون نكتب الأسم العلمي؟ نشوف أحد الطيور المعروفة عندنا في مملكة البحرين وهو طائر القوبعة الاسم العلمي لاحظ أنه مكوم الشقين الشق الأول والشق الثاني فيقول لك هنا من قواعد كتابة الاسم العلمي أنه يكتب الحرف الأول من اسم الجنس حرف كبيراً أي كابتال لتر فنلاحظ هنا هذا هو اسم الجنس ولازم يقلنا يتميز أنه هو كابتال لتر وأيضاً يكتب الاسم العلم أو بقية أفوهم بقية الحروف تكون بنمط اسمه لتر طبعاً إحنا لما نكتب اسم علمي في كتاب مطبوع أو في مجلة لازم يكون بالخط هناك ميلان في الخط إذا كتبت الاسم العلمي بخط يدك لازم تحط خط تحت كل أجزاء يعني مثلاً لو أنا كتبت الاسم العلمي والله بأكتب نحط مثال هنا راح أمسح هذه الجزئية مثلاً أفرض أن هذا الاسم العلمي وأنا كتبت بخط يدي الشرط الأول أن أنا راح أكتب بشنو أول حرف كابتال لتر كتب كابتال لتر بقية كلها اسمه لتر بعدها أحط خط تحت الجنس وخط تحت النوع بعد أن يكتب الاسم العلمي كاملاً في المرة الأولى فأنه عنده ظهورة في المرات التالية يمكن أختصاره شنو راح أختصار؟ يعني راح أحاط أول حرف شنو عندنا من طائر القبعة هو بقول والله سي كابتال بعدين بحط دوتس وبحط أسماء أو حروف اسم النوع وبها طريقة نحن حققنا أصص كتابة الاسم العلمي كما هو واضح أوضح لكم هذه الفكرة أنه لو نحطها أن نحط مثل ما أوضحت لكم سي كابتال دوت وبعدين بقية اسم النوع مستويات التصنيف الحين نحن راح ندمها نتكلم على مستويات التصنيف العلماء رتبوهم إلى مجموعات وخصائص محددة وقالوا أنه في فئات قالوا والله عندنا ممكن تكون مصنف المصنف هو المجموعة اللي راح هو مجموع المخلوقات الحية لخذات اسم طبعا هناك في خصائص واسعة لهذه الأنواع وفي شيء اسمه عندنا نوع وفي شيء اسمه جنس مهم نعرف الفرق ما بينهم النوع مجموعة المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل والتركيب وقادرة على التزاوج فيما بينها وتقدر تكون نسل جديد وخصة بحسب الظروف البيئية إذن مهم النوع مخلوقات حية تشترك في الشكل والتركيب وقادرة على التكاثر والتزاوج الجنس مهم نعرف الفرق ما بين النوع والجنس الجنس هي مجموعة من الأنواع الأكثر ترابط وأكثر تشابه ويشتركون كلهم في أصل واحد مهم ننطلق إلى شيء نحن لازم ما ننسى طول ما ندرس علوم الأحياء عندنا هذا الجدول هذا الجدول أو الهرم التصنيف للمخلوقات الحية نبدأ بالأكثر شمون اللي هو في القاعدة قاعدة الهرم اللي هو فوق المملكة لو بنمثل كيف نصنف الدب الأسيوي أو الدب الأمريكي الأسود نقول أول شيء هو فوق المملكة حقيقية النوع المملكة هي أقل شمول من المملكة من فوق المملكة ونقول والله هو من الحيوانات الشعبة بعدين نقول أنه هو حبليات الطائفة الثديات الرتبة خمسة أكلات اللحوم ستة الفصيلة من الدببة الجنس ما له هو الدب لكن نوعه هنا حددنا وخصصنا أنه يمكن أن يكون الدب الأمريكي الأسود أو الدب الأسيوي الأسود لاحب أن نحن كلما صعدنا إلى قمة الهرم كلما كان هناك أقل شمول نجوف هنا كما وضحنا لكم نحط لكم الصور هذه الصور هي الحيوانات التي صنفناها من الشوية قلنا والله عندنا الدب الأسيوي الأمريكي عفوا الدب الأمريكي الأسود والدب الأسيوي الأسود هذا اللين كلهم يتمون إلى نفس الجنس لماذا؟ لأن مثل ما قلنا ما يدرسوها شاهدوا عندهم جماجم ضخمة وترى كيف أسنانها متشابهة على عكس الدب الكسلان لهو أسقر حجما وجمجمته شوية مختلفة عن هذه المخلوقات الحية وعنده أنياب صقيرة منهم أتمنى أني سهلت عليكم علم التصنيف ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم